السلام عليكم اعزائي طلبة طالبات واولياء امور الصف الثاني الاعدادي. ان شاء الله نكمل مع بعض شرح وحل كتاب جم الوحدة الحداشر. طيب زي ما تعودنا تلاقيني سايب لك فيه صندوق الوصف رابط شرح الوحدة الحداشر بالكامل. نبدأ مع بعض على الدرس الاول وتاني. السؤال الاول. بعد كده بيقول لي احنا محتاجين نقلل حوادث الطريقة. بيسألني بقى بقول لي اللي هي اصلا عكس او مضاد. كلمة اللي هي يقلل. طبعا عكس اللي هي كلمة اللي هي يبقى اقول له اول اجابة اللي هي اللي بعده علشان نحصل على الاسم من كلمة بنحط لها في النهاية كده. طبعا عشان تبقى اللي هي المعدات. السؤال اللي بعد كده بيقول لي هنا. طيب بيقول لك هنا علشان نحصل خلي بالك على عكس كلمة احنا بنضف لها بادئة طبعا اللي هي عشان تبقى لسوق الحظ. اللي بعده بيقول لي هنا نقاط. يجب اننا نحافظ على عايز يقول هنا تقاليد العائلة. طيب كلمة التقاليد اللي هي يبقى له هنا اللي بعده يقول لي اللي هي معناها محلي طبعا منك هنا عكس كلمة محلي طبعا عكسها اللي هي اللي هي عالمي يبقى له هنا الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض السؤال الاول فيها بيقول هنا الاطفال خلي بالك الاطفال يجب ان هما يقللوا من اكل الحلويات بسبب ان هي غير صحية طالما غير صحية يبقى يقلل بقى كلمة يقلل اللي هي اسمها يبقى له هنا السؤال اللي بعده العمال او الموظفين مضطرين ان هما عايز يقول لك يطوروا من مهارتهم علشان يحصلوا على وظيفة جيدة طيب يطور او يحسن اللي هي كلمة طبعا كلمة مهمة جدا معناها يحسن او يطور اللي بعده الجليد سوف عايز يقول لك يزوب بسبب الحرارة طيب خلي بقى لك بقى يزوب او ينصهر اللي هي كلمة يبقى له هنا ملت اللي هي معناها يزوب او ينصهر بعد كده بيقول لي هنا الصحراء عايز يقول لك بتكون بيئة صعبة للعيش فيها طيب كلمة بيئة بقى اللي هي فهنا اقول له اللي بعده نقط ايه الحاجة اللي احنا بنستخدمها في انتاج الكهرباء طبعا اللي ممكن انتج منها كهرباء اللي هي طبعا الواحة الطاقة الشمسية اللي هي اللي بعده وبعده كده بيقول لي عايز يقول ان خالي ساعدنا في تركيب او تثبيت الغسالة في هذا الصباح طيب لما تجيب جهاز جديد وتركبه انت كده بتعمله يبقى يركب اللي هي اللي بعده هنا بتكلم عن الارض بيقول ان هي الكوكب اللي كلنا بنعيش عليه كلمة كوكب بقى اللي هو بلانت يبقى يقول له هنا بلانت اللي بعده لذلك نقط طيب احنا ما نعرفش المكان اللي هنقض فيه الاجازة علشان كده بيقول لك ان احنا عملنا زي تصويت كده يعني اللي هي طبعا اسمها يبقى اقول له هنا اللي بعده بيقول لي هنا كل الكتب او كل الكتب غالبا يعني بتبقى من احداث حقيقية في الحياة طبعا دي بيجي معه هارف الجر يبقى يقول له هنا اللي بعده بيقول لي كل زجاجات البلاستيكية نقدر ان احنا نعيد تدويرها ونستخدمها مرة تانية طيب كلمة يعيد التدوير بقى او احد تدوير اللي هي بيقول له هنا اللي بعده بيقول لك افحص معداتك عايز اقول كده يعني قبل ما تتسلق الجبال طيب كلمة معدات بقى اللي هي اللي هي معدات او الادوات يعني بتاعتك يبقى بيقول له هنا بيقول له يعني هل انت حركت او نقلت كل الاساس ده عايز اقول لبا مفردك لان ده صعب جدا يبقى هنا عايز اقول on your own يبقى له on اللي بعده قول لي عربيتي لا تعمل انا سوف اطلب طبعا الميكانيكي علشان طبعا يصلحها كلمة يصلح بقى اللي هي يبقى له هنا الصفحة اللي بعده كده نكمل مع بعض جزء الاسئلة الخاصة بالقواعد طبعا هتلاقي القاعدة مشروعة عندك في صندوق الوصف نبدأ مع بعض السؤال الاول بيقول لي طيب خلي بالك صيغة الجملة هنا في المستقبل عندي هنا المستقبل بيقول لي يعني اللي بعدها نقط يبقى هنا اللي نقص عندي والمصدر يعني احنا سوف نزور اسوان يبقى اللي بعده طيب نفس الكلام برضو خلي بالك طالما في تخطيط تحط عينك كده على كلمة اللي هي الخطة طالما في خطة يبقى ده مستقبل بجونجتو طيب نوها جايب لي بعدها از شوف اللي نقص بقى نقص هنا جونجتو والفعل كمان الفعل بيقى في المصدر يبقى له يعني انها سوف طبعا اه تقضي نفس الكلام سهلة دي خلي بالك بيقى وراء الفعل في المصدر المصدر اللي هو فعل بدون اضافات فين المصدر هنا اللي هو يعني احنا سوف نسافر الى فرنسا اللي بعده بعض الصحب انا اقدر انا شايف صحب طالما شايف صحب يبقى ده دليل عندي دليل يبقى بيستخدم مستقبل بجونجتو طيب ات هنا مفرد ولا جام؟ مفرد يبقى هستخدم والمصدر الى ورين اللي بعده نقط هنا بيقول ده سؤال طبعا السؤال ده في المستقبل بجونجتو عندي از از لازم معها والمصدر هو يبقى لفعل في المصدر هو يبقى لناس عندي اللي بعده قال له انا تعبان جدا يبقى انا مش هقدر اذاكر محتاج هنا لفي طيب هي اي اصلا كان بيجي معها ام حاجة ما من فيها بقى تبقى ام نوت اي ام نوت يعني انا مش هقدر لان انا تعبان مش هقدر اذاكر النهار ده عشان انا تعبان يبقى ام نوت خلي بالك من النفي اللي بعده بيقول لك انظر الى سرعته خلي بالك برضو ده دليل عندي دليل على الحاجة يبقى بيستخدم جونجتو يعني هو سريع جدا هو هيامل حدسة يبقى is going to المصدر اللي هو have بعد كده have you got any plans for tomorrow قال له yes i not visit my grand parents طيب هنا بيقول have you got هل انت عندك اي خطط للمستقبل هيقول له طبعا في المستقبل يبقى yes i طبعا طلب الخط يبقى على طول i am going to هو قبل المصدر في الجملة يبقى am going to why are you carrying you laptop قال له i know some homework ليه يعني انت شايل اللابتوب بتاعك عايز يقول انا هعمل بعض الواجبات طيب خلي بالك ده مستقبل going to i بيقى ورها am وبعدين going to بعدين المصدر يبقى am going to do اللي بعده يقول عندي سؤال correct السؤال الاول we are late that teacher is going to not angry طيب احنا اتأخرنا لما بنتأخر المدرس سوف يغضب طيب is going to be جورها المصدر طيب المصدر من قامه is or اللي هو بي برفو عليك يبقى هنا اقول له بي اللي بعده she not paint her room طيب دي صيغة مستقبل بgoing to منفية عندي not going انا ما بنفهاش كده حط عينك على الفعل شوف لي شي دي مفرد ولا جم مفرد يبقى تجيب is وبعدين تنفيها فتقول لي هنا isn't وبعدين تقول لي going مش بس كده اوعى تنسى isn't going بيجي وراها to يبقى يقول له isn't going لازم اكمل التركيب على بعضها isn't going to والمصدر اللي هو كلمة paint اللي بعده بيقول لي هنا نقط read the spoke طيب ده سؤال ما بنفهاش نبدأ السؤال به هنعجيب فعلا مساعد طيب هي مفرد يبقى الفعلا مساعد بتاع going to اللي هو is or هي مفرد يبقى هو is الاول وبعدين نجيب بعدها الفعل اللي هو هي وبعدين نحط going طيب نعنديش to حط برضو يبقى is he going to read خلي بالك هنا في to زيادة بعد كده i not sweep the floor i intend to do that طيب برضو نفس الكلام في نية يبقى مستقبل going to هي i بيجي وراها going ولا بيجي وراها am going to يبقى قول له i am going to وهو اجيب لي في المصدر يبقى i am going to بعد كده what time not phone me ده سؤال طيب ما فيش هنا فعل مساعد هجيب فعل مساعد الفعل يو جمع يبقى يجيب are وبعدين نقول له you going يبقى الصح ان اقول are you طبعا going are you going يعني اه ما الوقت اللي طبعا هتتصل عليها فيه يبقى are you going to اللي بعده is going to not a cake طبعا دي سهلة جدا قلنا is going to بيجيب وراها الفعل فيه المصدر المصدر بدون اضافاتي بقول له هنا going to make اللي هو المصدر الشيء الصفحة اللي بعد كده بتبدأ معي بسؤال الديالوج سؤال المحادسة طبعا زي ما تعودنا اهم حاجة انك تقرأ المحادسة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تحلم وخلي بالك السطر الفو ده مهم جدا بيعرفك المحادسة بتتكلم عن ايه بيقول لي هنا مهاب احمد يعني مهاب بيقابل صديقه احمد في مطار القاهرة طيب خلينا نشوف كده مهاب بيسأل احمد وبقول له يعني بيسأله اين تذهب رايح فين يعني ما نعرفش احمد قال له حاجة قال له في الاجابة يعني الغردقة يبقى واضح كده انه وعرفين شباب الغردقة هنا هيقول له يبقى من خلال فهمك ليه المحادسة انت تبدأ تحل احمد هنا بيقول له انا اذهب الى الغردقة يبقى اول اجابة عشان هو في الاجابة بيردد عليه بقول له الغردقة يعني وبدأ يقول له حاجة طيب مهاب هنا بيقول له انا كمان رايح الغردقة قال له رائع سأل له سؤال ارى الاجابة علشان عرف السؤال قال له في الاجابة طيب خلي بالك بيقول له هنا ان الرحلة اللي هي رحلة تهرون هتستغرق ساعة طبعا هيقول له هنا كامل مدة الزمنية اللي هي يبقى عايز يقول له كامل مدة اللي هتستغرقها الرحلين فيقول له بيسأله الرحلة دي هتستغرق وقتك دي يبقى تاني السؤال التاني احمد بيقول له رحلة الجوية دي تستغرق دي قال له طبعا ساعة. طيب احمل بعد كده سأل سؤال كانت الاجابة. انا سافر مع عائلتي. يبقى يسأل هنا هيقول له هتسافر مع مين? ما للعاقل اللي اسمها هو? هيقول له هنا هو ار يو جوينج تو ترافل. يبقى بيقول له هو ار يو جوينج تو ترافل وز. بيقول له يعني انت مسافر مع مين? قال له هسافر مع عائلتي. يبقى هو ار يو جوينج تو ترافل وز. بعد كده مهاب. قال له ايام جوينج تو ترافل وز ماي فاملي. حابب انك انت تمارس رياضة الغوص. قال له حاجة. قال له هافيو جوت اا دايفنج سوت. جبت بدلت غطس معك. فهيقول له ياس. طبعا بيجاوب على هايقول له ياس كما. ويقول له ايوة انا حابب ان انا مارس رياضة الغوص. طيب بعد كده مهاب قال له حاجة. قال له جريت رائع او عظيم. فطبعا هو كان بيسأله فوق بيقول له هافيو جوت اا دايفنج سوت. جبت بدلت غوص. وهيقول له ايوة. هيقول له ياس كما اليو بتحول الى اي. وهاف هتنزيم هيب. هيقول له ياس اي هاف. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض زي ما تعودنا بيكون فيه عندنا اكسرسيز على الدرس الاول والتاني. واللي بيبدأ معي بسؤال المحادسة. طبعا اهم حاجة انك تقرأ المحادسة كلها على مهلك وتترجمها قبل ما تحل. وخلي بالك السطر ده مهم جدا بيعرفك المحادسة بتتكلم عن ايه. بيقول لي هنا رباب وحسناء بيتكلموا بعض عن الاجازة الصيفية. خلينا نشوف. هنا رباب بتكلم حسناء وبتقول لها يعني ايه اللي انت نوع تعمليه يعني اول انت هتعمليه في الاجازة الصيفية. ما نعرفش حسناء انا تلاقي حاجة. بعد كده سألتها سؤال كانت الاجابة يعني انا روحت الاسكندرية او هروح الاسكندرية بالقطار. يبا هي نوعية تروح فين الاسكندرية. ايبا هتقول لها في نفس الزمن كده. اي ام جوينج. بتكلم عن المستقبل هتعملي ايه في الاجازة اللي جاية فبتقول لها انا هروح لايه الاسكندرية. عرفنا منين انها تسافر الى الاسكندرية لان بعد كده رباب بتسألها سؤال كانت اجابته ان انا هسافر الاسكندرية بالقطار. من هنا عرفنا ان هي راحة الاسكندرية. طيب السؤال هنا كانت اجابته. وسيلة مواصلات. باسأل عن وسائل المواصلات بهاو. عايزة تسأل عن الكيفية. برضو. هول المصدر. يعني كيف سوف يبقى هول ازاي يعني انت هتسافري زير الى هناك. بتقول لها يعني هتروحي الاسكندرية ازاي فعلت لها يعني بالقطار. بعد كده رباب بتسأل سؤال الاجابة يعني نحاول هناك لمدة اسبوعين طبعا فور رأها مدة زمنية. باسأل بهاو كامل مدة زمنية. فهنا تسألها وتقول لها هاو لونج وتقول لها طبعا بتسأل مدة زمنية اللي هتقعد هناك. هاو لونج فعل مشاهد يو طبعا مستابل يبقى وطبعا هتقل لها الفعل في المصدر اللي هو يعني كامل مدة زمنية بقى اللي انت هتقعديها في الاسكندرية هناك يعني. فيتلاها هاعد لمدة تو ويكس اسبوعين. بعد كده سألتها سؤال كمان بتسأل مين اللي هتسافر معك? او هتسافر مع مين? فطبعا ممكن هي تكتب مع عائلتي مسلا اللي هي او لو كتبت مع اصدقائي معي حد تكون صح لانه مش محدد حاجة معي هنا. هلنقول مع العائلة. ممكن تكلميني لما تيجي تسافر يعني فهتقول لها طبعا لما توصل هناك. فهتقول لها ايوا طبعا او ايوا بالطبع او بالتأكيد. بياس اوف كورس. نجي بعد كده هلأ السؤال البعض وسؤال اختياري. السؤال الاول بيقولي ايه المعدة اللي بتستخدم الرياح علشان تنتج منها الكهرباء. طبعا المعدة اللي بتنتج الكهرباء من الرياح دي اسمها ويند ترباينز اللي هي توربينات الرياح. يبقى اقول له ويند ترباينز. بعد كده لا يعمل لذلك انا بيقول طلبت ان حد يصلحه. اللي هي السؤال اللي بعد كده بيقولي هنا بيقولك ان الشوارع كانت مليانة بالسيارات. عشان كده احنا اتاخرنا. يبقى حركة المرور كانت مزدحمة جدا. المرور بقى اللي هو الترافيك. اللي بعده زا نواط ترايد تو كاتش زا انيمل ان زا فورست. بقى ولكن هي كودنت. مين بقى اللي حاول انه يصطاد الحيوانات في الغابة ولكنه ما قدرش. اللي بيصطاد الحيوانات في الغابة ده اسمه الصياد. صياد بقى اللي هي هانتر. اللي بعده بيقولي هاو ميني نواط ار زير ان اور سولار سيستم. طيب بيقولك كم عدد الايه اللي موجودة في مجموعتنا الشمسية. المجموعة الشمسية بيكون فيها كواكب. يبقى كم عدد الكواكب اللي هي بلانتس. اللي بعده. طيب بيقول يعني انا رأيت او شفت خالي وقت قصير قبل رحيله الى الصين. هو طبعا هيرجع خلال تلات اسابيع. طيب هنا عايز يقول قبل ايه رحيله الى الصين. اللي بعده. بيقولي هنا. نواط ووتر كورد زا فيلد باي زا ريفر. وبيقولي زاي وير فالف ووتر. طيب المية غطت الحقل يعني او النهر. وبيقولك ان ده كان يعني الموضوع مليان مية يبقى ده اللي هو الفيضان. بيقوله فلد. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. السؤال الاول فيها بيقولي هنا. طيب بيقولك الساعة تسعة. تعال طبعا ده صيغة مستقبل بجونجدو. هنا بيقول وي. طبعا لازم دي جمع. يبقى ايجو وراها ار وبعدين جونجدو. وبعدين المصدر الشراء سيارة. طيب احنا اتفقنا كلمة اللي هي الخطط. يبقى المصدر. هو جايب لي بس هنا يبقى قوله والفعل في المصدر. اللي هو اللي بعده طيب ده سؤال يبقى عايز هنا حكتين. الفعل المساعد وبعدين الفعل. زاد الفعل. هنا عندي اللي بعده بيكون عندي سؤال السؤال الاول بيقولي هنا فريدة. is near the finishing line. she not the race. عايز اقول ان هي سوف تفوز بالسباق. طيب خلينا نقول كده going to بيجاب لها is or are. she هنا مفرد يبقى اقول is. وبعدين going. طيب هو مش مديني to. لازم انا جيبها. خلي بالك لازم تكمل القاعدة. is going to والمصدر اللي هو when. يعني سوف تفوز بالسباق. اللي بعده. we are going to to not picnic next week. طيب احنا اتفقنا ان are going to بيجي بعدها المصدر. ايه هو الفعل في المصدر? المصدر من has اللي هو have. يبقى اقول له going to have. اللي بعده? نقط going to travel to luxor. خلي بالك برضو ده سؤال. ده لما سؤال يبقى لازم اعكس بقى اقول are you going to? السؤال بيبدأ بفعل المساعد بيبدأ ب is او are. يبقى الصح هنا ان انا اقول له are. وبعدين الفعل اللي هو you. are you going to? اللي بعده? we not play football tomorrow. طيب. tomorrow day معناها غدا. كده ده مستقبل. we جمع. عايز ينفي. لانه مديني not. يبقى الاول اقول are. وبعدين احط لها not. يبقى aren't. وبعدين going طيب ما فيش تو. حطها انا من دماغي. aren't going to. والمصدر اللي هو play. كامل بعد كده بيكون عندنا سؤال. طبعا السؤال ده احنا قلنا مجابعا انه في نهاية الكتاب. ولكن ان شاء الله زي ما عملنا في الترم الاول. هعمل لك مذكرة بصيغة بي دي اف. المذكرة دي هتنزل ان شاء الله في رمضان في المراجعة. هيكون فيها شرح كامل لقواعد تاني عددي. اهم موضوعات اللي متوقع للانتحان. ومذكرة خاصة باهم الاسئلة اللي بتيجي في المتحان ان شاء الله. نكمل بعد كده عندنا جزء خاص بطلاب الازهر الشريف. طيب بيكون عندنا سؤال من يدائلوك سؤال بسيط جدا. هنا في محادسة بين شخصين. حد بيسأل وحد بيجاوب. سؤال مهم جدا يعني انت هتعمل ايه اللي انت هتعمله في الاجهزة اللي جاية. يعني هنا تقدر تكتب اي حاجة بس اهم حاجة تكتب الزمن صح. كان بيقول لك هتقول له خلاص? زاد المصدر باي ام جوينج وتكتب بقى الحاجة اللي انت عايزها. يعني خلينا نقول ان انا هزور باي? البارك اللي هي الحقيقة. طيب متحت بيكلم ايمان. سأل سؤال كانت الاجابة. بتقول له ايوة انا هزور. طبعا تيتا. اه طبعا هزا الاسبوء. يبقى هنا بيسأل برضو نفس السؤال. هل انت ترامل الاجابة بيس? يبقى يسأل بها. طيب هنا اقول له وطبعا الاي بتحول الى يو. يبقى بيسألها بيقول لها هل انت هتزوري جدتك هذا الاسبوء? فقالت له ياس. يبقى انا لما بجأسأل سؤال بسأله من خلال الاجابة. تاني سؤال هل هتزوري جدتك هذا الاسبوء? فقالت له ايوة. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بيكون في عندنا الدرس التالت والرابعة. بيبدأ معايا. السؤال الاول. بيقول هنا كوتن is suitable for summer clothes. زى synonym of suitable is not. بيقول هنا ان القطن بيكون مناسب او منام للبس الصيفي يعني. معنى بقى او مراضف كلمة طيب معنىها ملائم او مناسب. بتساوي عندي في المعنى كلمة يبقى اقول له هنا نمبر دي يا شباب اللي هو مناسب اللي هو اللي بعده. طيب بنكون الاسم من كلمة ان احنا نحط له فيه الاخر كده طبعا عشان تبقى اللي هو الترتيب نفسه. اللي بعده بيقول هنا بيقول لك هنا انا سوف انهي امتحاناتي. عايز يقول لك طبعا في غضون اسباحين. يبقى قول له طبعا شباب اللي هي نمبر بي. اللي بعده. طيب احنا بنقدر نحصل على الاسم من كلمة بي اننا نحط لها الاخر علشان تبقى اللي هو الموقع يعني. اللي بعده نقط طيب كلمة من الكلمات اللي بيجوا وراها الفعل مضاف له اينجي. يبقى هنا بيقول انا قادر ان انا اسمع كلام الناس. يبقى له هنا. يبقى هنا. الصفحة اللي بعده كده نكمل مع بعض. السؤال الاول فيها بيقول هنا. نقط طيب الطائرات اللي بتطير بدون طيار. طبعا طائرة بدون طيار دي اسمها درونز. يبقى له هنا درونز. اللي بعده. هنا برضو انا اقدر عايز اقول لك استلف او استعير كتاب من المكتبة. كلمة دي استعير اللي هي بورو. يبقى اللي بعده زي نقط. يعني لو انت تركت الخضرات وتطويل برة اللي جاء هي طبعا هتفسد او تتحلل اللي هي كلمة الدكائية. اللي بعده. تونت درينك ووتر فرو ما كانال. بيكوز ات كان بي فول اف نقط. لا تشرب من مياه القنال. مباشرة يعني. علشان هي طبعا ملئة به طبعا البكتيريا. يبقى له هنا بكتيريا. السؤال اللي بعده. بيقولي ماي كازين جوز نقط ارون زا كورال ريفز. ابن عمي عايز اقول لك بيمارس رياضة ايه? طبعا في الشعاب المرجنية يبقى ديه رياضة الغوص. الغوص اللي هي دايفينج. اللي بعده. تولز زا تيك سينكس. اوت اوف نقط. الحقيقة ده اللي بتخرج الاشياء من السوائل. طبعا ده يا شباب قلنا المصفاء او اللي هي الفلتر يعني. فهنا اقول له. اللي هي اجابة رقم دي اللي هي الفلترز. اللي بعده. المية اللي في البحيرة. عايز يقول لك هنا انها طبعا بتروي الكسير من الحقول. اسمها كلمة يعني يروي. اللي بعده. كسير من الحيوانات بيتعيش في الغابات الايه? بجوار البحر. طبعا بجوار البحر يبقى غابات المانجروف. يبقى له هنا مانجروف. اللي بعده. بيقول لك. هنا المزارعين بيستخدموا ايه? علشان طبعا يحموا وحاصلهم من الحشرات. طبعا مواد كيميائية اللي هي اسمها كيميكالز. فهنا اقول له كيميكالز. اللي بعده بيقول لك هنا green system is suitable for the not. green system اللي هي طبعا انظمة صديقة للبيئة. هي بتكون ملائمة للبيئة. اللي بعده بيقول لك هنا طيب طريقة منظمة لفعل الاشياء. ان ده اسمه النظام. نظام بقى اللي هو system. يبقى له هنا system. اللي بعده. يقولي this website has a lot of not information. هذا الموقع به معلومات كتير مفيدة. نافعة يعني لهي كلمة useful. اللي بعده. يقولي I think that your light clothes aren't not for this cold weather. طيب انا اعتقد هنا عايز يقول ان طبعا الملابس الخفيفة دي مش مناسبة يعني لا تلائم هذا الطقس البارد. ملائم او مناسب اللي هي suitable. اللي بعده. بيقولي هنا العلماء try to not solution to our problems. العلماء بيحاولوا ان هما يقدموا حلول لمشكلتنا. طيب يقدم حل دي اسمها present solution. يبقى اختار هنا كلمة present. اللي بعده. بيقولي هنا we are going to not france in a few days we will go to france. احنا هنسافر لفرنسا. طيب عايز يقول ان احنا هنغادر الى فرنسا بعد ايام قليلة او في خلال ايام قليلة. طيب يغادر الى دي اسمها leave for. يبقى يقولوا هنا leave for. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض جزء الاسئلة الخاصة بالقواعد. السؤال الاول بيقولي هنا نقط زي coming over for dinner. طيب خلي بالك. ده سؤال في زمن المضارع المستمر. بفعل هنا ما ضف له ing. يبقى هنا في از او ار. على حسب مين بقى شباب? على حسب الفاعل. هنا بقى لازم تحط عينك على الفاعل. وتحدد الفاعل ده جامع ولا مفرد. زي جامع. يبقى از ولا ار. يبقى ار زي coming. اللي بعده. نفس الكلام برضو. ده مستقبل. قلنا قبل كده بنعبر عن المستقبل باستخدام زمن المضارع المستمر في حالة الترتيب والاستعداد. طيب هنا مضارع مستمر. وهنا جامع. يبقى ار والفعل مضف له ing. ار واتشنج. اللي هنا اي ام سوري. وي كانت كم ات تين او كلوك. وي نقط افت بيكوز اف او ار كات. واضح ان كان في معهد مسبق مرتب له يعني يبقى ده مضارع مستمر. طيب مضارع مستمر قلنا كده حسب الفاعل. وهنا جامع. يبقى يقول له ار. وطبعا الفعل مضف له ing. يبقى الصح نقول ار ميتنج. بيلغوا المعادية. اللي بعده. جودي نقط زا ميوزيهم in nine days time. طيب في غضون ايام. دي طبعا مضارع مستمر قلنا دي من الكلمات اللي بتدل على المضارع المستمر. مضارع مستمر شوف الفاعل جودي هنا مفرد. تكوين المضارع مستمر is والفاعل مضاف له ing. يبقى is visiting. اللي بعده. وي نقط اد افانتاستيك رستوران tonight. نادر has prepared everything. طيب نفس الكلام برضو خلي بالك ده مضارع مستمر. عندي هنا كلمة tonight بتدل على مضارع مستمر. طيب وي هنا جامع. يبقى له ار اي تنج. ار والفاعل مضاف له ing. اللي بعده. واي نقط بلاينج فوتبول tomorrow. طيب نفس الكلام برضو. انا عندي هنا كلمة tomorrow معناها غدا. وده سؤال. خلي بالك بها السؤال لازم الفاعل المساعديك الاول. فهنا لما لا? طبعا ما نفعش هنا هي الاول. هي برضو ما تنفعش. وانت هي ما تنفعش. عندي لما? لا. عشان الفاعل طبعا ما ضف له ing فهنا نفعش نستخدم. اللي بعده. بيقول لي هنا زي نقط طيب كلمة معناها مستقبل. طيب عندي هنا يبقى يجورها الفاعل مضاف له ing. استخدم مضارع مستمر في المستقبل. يبقى. اللي بعده. طيب نفس الكلام ده سؤال في هنا يبقى يجورها الفاعل مضاف له اي نجي على طول. يبقى يقول له طبعا السؤال اللي بعده بيقول لي هنا زي نقط قريبا يعني. بعد كده بيقول لي خلي بقى لك بقى طالما احنا حصلنا على تساكر الطيارة يبقى ده مستقبل تم الترتيب اليه يبقى هنا مضارع مستمر. يبقى يقول له اللي بعده بيكون عندي سؤال السؤال اللي بعده زي ار نقط واللي فور زا باس. طيب احنا اتفقنا المضارع مستمر عبارة عن ار والفاعل مضاف له ing. ما ينفعش ار يجور الفاعل في المصدر. فالصحة هنا ان انا اقول له ار ويتينج. واللي عليه ان انا احط للفاعل ing في الاخر. اللي بعده. ماهر نقطه لندن. هما حصلوا على التسكرة برضو. ده ترتيب طالما ترتيب يبقى ماهر is flying. ليست خدمنا مضارع مستمر? لان هم حصلوا على تساكر الطيران بالفعل. يبقى مجهزين نفسهم. يبقى is والفاعل مضاف له ing. ايه اللي بعده? what not on friday evening. نفس الكلام ده سؤال. السؤال بعد اداة الاستفهام لازم يجي عندي فاعل مساعد. فاعل مساعد هنا على حسب الفاعل. يو جمع. يبقى استخدم ار ولا از? ار. يبقى ار. وبعدين بعدها الفاعل اللي هو طبعا يو. وبعدين بحط الفاعل مضاف له ing زي ما بدهولي كده. فاقول له are you doing? السؤال اللي بعده? بقول لي هنا ماجي نقط نايس ميوزيك ناو. كمية ناو بدل على مضارع مستمر? خلاص بقى انا عرفت. مضارع مستمر يبقى is والفاعل مضاف له ing. لان الفاعل هنا ايه? مفرد. يبقى له is playing. اللي بعده? بيقول لي هنا he is not money because he want to buy a car. طيب. he is. عايزة وراه بفاعل مضاف له ing. يبقى الصحة اني نستخدم. الفاعل هنا هحط له ing في الاخر. اللي بعده? بقول لي i نقط اه party. for my birthday i invited all my friends. انا دعيت كل صحابي. يعني انا مجهز للحفلة. تجهيز يبقى مضارع مستمر. ايه هنا بيجي معها am زائد الفاعل مضاف له ing يبقى له am having. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. زي ما تعودنا بيكون في عندنا على الدرس التالت والرابع. واللي بيبدأ معي بسؤال مهم جدا هو سؤال نص الاستماع. السؤال ده هو عبارة عن نص صغير. النص ده بتسمعه كويس جدا في بداية الامتحان. ومن خلال اللي انت سمعته بتبدأ تختار الاجابات القدامك دي. طيب النص ده بقى موجود عندك في اخر الكتاب. علشان كده دايما هتلاقيني بحلالك السؤال ده بسرعة. وابدع بعد كده اشرح لك السؤال اللي بعده بالتفصيل. السؤال الاول. النص اللي انت سمعته كان بيتكلم عن ايه? طبعا النص في اخر الكتاب بيتكلم عن اللي هي الطائرات بدون طيار. السؤال اللي بعده طيب هما بيقدروا يطيروا? اه طبعا يبقى ياس. السؤال اللي بعده هاو كان وي كنترول زيم? قالوا باي يوزين جنوات. بنتحكم فيهم بايه? طبعا كان بيقول بيموت كنترول. يبقى هنا ريموت كنترول. اللي هل هم محتاجين شخص ان هو يسوقهم يعني? طبعا لا. بقول له نو. نيجي بعد كده على السؤال اللي بعده وسؤال اختياري. السؤال الاول. you should visit your not twice a year for healthy teeth. طيب نفسك اللي هم طلبه انا بيقول لك تيجب عليك ان تزور مين? ليه طبعا اه صحة اسنانك? صحة الاسنان يبقى طبعا طبيب الاسنان. الاسنان اللي مين? اللي بعده? زا موبايل is a very useful نقط. الموبايل عايز يقول ان هو اختراع هام جدا مفيد بيخلينا تواصل مع بعض. طيب اختراع اللي هي انفنشن. اللي بعده? I love not because I am good at swimming under the water. طيب بسبب ان انا جيد في السباحة تحت الايه? المية. يبقى انا احب رياضة ايه? طبعا رياضة اللي هي الغوص اللي هي بتتم تحت المية. اللي بعده? كلمة كلمة اللي هي اصلا معناها يسلف انك بتسلف حد حاجة. دي عكس او مضاد كلمة اللي هي معناها يستلف. اما يعني يسلف. اللي بعده? بتكلم هنا عن المواد الكيميائية الضرة انها بتلوس البيئة. مواد كيميائية بقى اللي هي كلمة كيميكالز. يبقى قلو كيميكالز. بعد كده بيقول لي نقاط فور زيس اكسرسايز. طيب هنا بيقول احنا محتاجين حد مين بقى اللي عايز يشارك معنا يشارك يبقى ده متطوع اللي هو اللي بعده? بيقول هنا نقاط خلي بالك كلمة بروجيكت بيقى مع حرف الجر اللي هو يعني احنا بنعمل على مشروع عظيم. يبقى قلو الصفحة اللي بعده كده نكمل مع بعض. السؤال الاول فيها بيقول هنا بعد كده بيقول لي طيب هنا عايز يقول احنا طبعا استعدين لحفل الزفاف. طيب هنا طبعا ده استعداد وترتيب. يبقى ده مضرع مستمر. الفعل هنا جمع يبقى والفعل يضف له فهو السؤال اللي بعده. طيب في يوم الجمعة طبعا وقت محدد وتم الاستعداد لللقاء يبقى له اللي بعده طيب هنا برضه طبعا ده مضارع مستمر مضارع مستمر يبقى اقول له مستر كمال هنا مفرد يبقى از وفعل وضف له اينجي باز هافنج. اللي بعده سؤال السؤال الاول هي نقط ناو بيكوز هي هاز هالس بروبلمز. طيب بسبب ان هو عنده مشكلات صحية. يبقى هو مش هيقدر يتمرر محتاج ينفي. بنفي فيه المضارع مستمر عشان كلمة تناو بنفي طبعا بحسب الفعل. هي هنا مفرد فاختار ازنت. لو كانت جمع كنت قلت ارنت. هو يبقى ازنت. طبعا لازم الفعل اخره اينجي. يبقى ازنت التريننج. اللي بعده بيقول لي هنا زي نقط زير ناو. طيب ناو معناها الان. هنا برضو مضارع مستمر شوف بقى الفعل. زي جمع فاقول له ار والفعل ما ضف له اينجي بار هافنج. يبقى لو الزمن مضارع مستمر از او ار والفعل ما ضف له اينجي. اللي بعده نقط عادل زماتش آآ ادزا ستيديم تمرو. طيب كلمة واضف لها اينجي. منفعش مع داز عايزة وراها الفعل في المصدر. طيب عادل هنا مفرد يبقى هسأل باز على حسب الفعل. از عادل اللي بعده بيقول لي هنا نقط طيب خلي بالك ده مضارع مستمر. وده سؤال هنا بعكس بقى اجيب هنا از الاول وبعدين الفاعل. المضارع السؤال لشباب ادات لي استفهام بيجي وراء الفعل المساعد وبعدين الفعل. فالمساعد از وبعدين اكتب الفعل هو جيب لي الفعل مضاف له خلاص كده. طيب السؤال اللي بعده كنا عندي سؤال زي ما قلنا قبل كده السؤال ده مجاب عنه في نهاية الكتاب. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بيكون في عندنا على الدرس الخامس والسادس. السؤال الاول معظم الاطفال بيخافوا من الغرباء. زي اللي هي معنى او مراضف كلمة يخاف طبعا دي بتساوي عندي في المعنى كلمة اللي هو يخاف برضو. السؤال اللي بعده وبيقول له هنا كلمة اللي هي معناها ايجابي. طالب منك هنا عكس او مضاد كلمة ايجابي طبعا عكس الكلمة دي كلمة سلبي. سلبي بقى معناها يبقى له هنا اللي بعده بيقول هنا بعد كده بيقول طيب كلمة هنا غلط عايزك بقى تصحح الكلمة دي طبعا بنضف لها في الاخر اللي هي طبعا ايه اهر عشان نبقى اللي هو مين يا شباب اللي هو طبعا المبتدأ اللي بعده عشان نحصل على الصفة من كلمة بنحط لها طبعا في النهاية كده وحرف الواي عشان تبقى اللي هي مخيف اللي بعده طيب خلي بالك لما بنضع الصفة بتحول الصفة الى ايه طبعا الصفة بتتحول الى ظرف او حال اللي هو صفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض السؤال الاول فيها بيقول هنا طيب بيقول حاول يعني انك تجرب ايه البحر صافي جدا يبقى عايز الرياضة في البحر الرياضة الوحيدة اللي موجودة عندي في البحر اللي هي اللي هي طبعا الغوص باستخدام اجهزة نفس انا احب مشاهدة ايه في المساء طبعا في المساء بنشاهد اللي هي غروب الشمس يبقى اللي بعده هي جففت نفسها نشفت نفسها طبعا عايزه لك بفوتة الحمام اللي هي اسمع طاول اللي بعده اي لايك زا ستار نوت ات نايت انا بحب عايزه لك مشاهدة او مراقبة النجوم في الليل طيب اللي هي اسمعه ستار جيزنج اللي بعده هي لايكس فلاينج سو هي وانس تو تراي نوت هو بيحب الطيران لذلك هو يريد ان يجرب ايه طبعا الحاجة الوحيدة اللي هي هوت اير بالونج اللي هو طبعا ركوب المنضاد اللي بعده بعض السياح بيحبوا يزوروا الصحراء علشان يجربوا رياضة ايه الرياضة اللي ممكن تتعمل فيه الصحراء هي الساند بوردنج اللي يتزحلق على الرمال اللي بعده هنا بيقولك ان الجزء من المبنى اللي بيفضل بعد ما المبنى يتضمر طبعا الجزء اللي بيبقى ده اسمه اطلال المبنى اطلال بقايا اللي هي روينز اللي بعده هاف يو ترايد هورس نوت بفور هل انت جربت عايز يقولك ركوب الخيل من قبل طبعا دي اسمها رياضة ركوب الخيل اللي يسمعه هورس رايدنج اللي بعده هنا التسلق الصخور يبدو مخيف بالنسبة له كلمة مخيف لسكيري يبقى قوله سكيري اللي بعده يو كان تايك بارت ان اكتيفتز فرم دايفنج تو بيردناط انت تقدر تكون او تشارك في كل الانشطة بدءا من الغوص الى طبعا مشاهدة الطيور اللي اسمها بيرد ووتشنج يبقى هنا بيرد ووتشنج اللي بعده بيقول لي هنا we went bungee not when we were in استراليا طيب بيقول لك هنا احنا مارسنا رياضة اي طبعا عندنا حاجة اسمها bungee jumping اللي هي طبعا اللي هي قفز الحبل يبقى قوله jumping اللي بعده بقول لي I'm sorry I'm busy now please من فضلك not me later يعني انا اسف انا مشغول دلوقتي لو سمحت تكلمني بعد كده لاحقا يعني تصل بي اللي هي call اللي بعده we decided to have a picnic نوات زاليك طيب احنا قررنا ان احنا نخرج في نزهة بجوار البحيرة بجوار البحيرة دي اسمها buy زاليك يبقى له هنا buy طبعا اللي بعد كده نكمل مع بعض بيبدأ يمرني على سؤال الدالك سؤال المحادسة طبعا اهم حاجة انك تقرى المحادسة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تحل وخلي بالك السطر ده مهم جدا بيعرفك المحادسة بتتكلم عني يقول لي رانا and mona suggest doing things رانا ومونة بيقترحوا على بعض عمل بعض الاشياء خلينا نشوف كده رانا بتسأل مونة وتقولها I'm hungry وبتسألها what about you انا جعانة انت بقى اخبارك ايه ما نعرفش لازم تقرأ لشان تعرف رط عليها منوة لها حاجة وهتلها why don't we eat pizza ليه يعني ما نطلبش بيتزا او ناكل بيتزا يبقى هي كمان شكلها جعانة فهترد ازاي بقى هتقول لها نفس الجملة I'm hungry انا جعانة وبعد ما تخلص هتعمل كده وتقول لها two اللي هي double o يعني عايز تقول لها انا ايضا جعانة او انا جعانة انا كمان يعني وقالت لها ليه ما نطلبش ايه بيتزا قالت لها طبعا حاجة ده اقتراح طبعا هترد عليه وبعد لنا قلت لها pizza is tasty البيتزا دي كويسة فهتقول لها good idea لما حد يقترح عليك اقتراح ب why don't مثلا وعايز تجاوب بايوة فبتقول good idea فكرة ايه كويسة وانا سأل السؤال لازم اقرأ الاجابة الاجابة we can meet in 30 minutes يعني نقدر نتقابل في خلال ايه 30 دقيقة خلي بالك ده وقت الوقت بقى بسأل عنه when فهتقول لها هنا when متى can we meet امتى نقدر اننا meet يعني نتقابل يعني امتى نقدر اننا ايه نتقابل we when can we meet بعد كده مناقت لها would you like to do anything else يعني حبة حاجة تانية تطلب شيء اخر قلت لها حاجة وقتلها okay the cinema isn't far from here السينما بعيد عن هنا مش بعيد عن هنا يبقى عايزة تروح السينما كمان فهتقول لها I would like to go to the cinema هي قلت لها نتقابل ونأكل بيتزا صاحبتها قلت لها عاوزة حاجة تاني فقلت لها I would like to go the cinema عارفنا منين ان هي عايزة تروح السينما عشان بعد النقط دي هي بتقول لها منا okay the cinema isn't far from السينما مش بعيدة من هنا يعني وفقت رأنا سألت سؤال كانت الاجابة the film is called the lost girl طيب طالما قال لي is called يبدأ اسم الفيلم طالما اسم الفيلم يبقى بتسأل الفيلم اسمه ايه فقلت لها ايه الفيلم اللي شغال اللي هي what is the film called يعني اسم الفيلم اللي ايه شغال حاليا what is the film called زي ما قلت لك اجابات المحادسة كلها جوا المحادسة يعني لازم تقرأ الاجابة قبل ما تكتب السؤال الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض زي ما تعودنا بيكون في عندنا على الدرس الخامس والسادس بيبدأ معي بسؤال ده لك سؤال المحادسة طبعا اهم حاجة انك تقرأ المحادسة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تحل خلي بالك السطر ده مهم جدا بيعرفك المحادسة بتتكلم عن ايه ايمن بيسأل رودينا عن نشاطها المفضل خلينا نشوف كده ايمن بيكلم رودينا وبيقول لها what's your favorite activity رودينا ايه هو النشاط المفضل بالنسبة لك طيب ما نعرفش لازم تكمل علشان تعرف رودينا يطلو حاجة رد اي لها اي لايك روك كلايمينج انا كمان بحب تسلق الصخور يبقى هي بتحبيها شباب روك كلايمينج برافو عليك يبقى تكتب هنا في الاول اي لايك طبعا روك كلايمينج اللي هو تسلق الصخور بعد كده ايمن قال لها اي لايك روك كلايمينج انا كمان بحب تسلق الصخور بط ولكن يعني بقول لها اعتقد ان هو مخيف ليس كذلك طبعا هنا الاجابة هتكون بيس ارنو واضح من بقية المحادسة ان هو لا انه هو بيحب الرياضة دي فهيقول لها لا هو مش مخيف ولا حاجة اللي هي نو وبعدين كما وبعدين نقول لها طبعا ات ازنت انا برد على السؤال المزيل اللي هو ازنت ات فقال لها نو ات ازنت اي من سأل السؤال كانت الاجابة ايوة انا محتاجة فعلا معدات خاصة علشان اتمرن علي واضح ان هو عايز امرنها فهي هنا السؤال بقى هل انت محتاجة معدات هل انت تحتاجي طبعا معدات خاصة اللي اسمها هل انت محتاجة معدات خاصة ليه طيب كمل بقى من الاجابة علشان تتدربي عليها زي ما انت شايف كده كل سؤال بيتحل هو بيتحل من خلال الاجابة اللي تحته يعني عشان تقدر تحل المحادسة لازم تترجمها كلها على مهلك وتحلها قبل ما تبدأ تحل بعد كده اي من قال لها هنا يو شود بي كيرفول بيقول لها يعني بين صحة بيقول لها يو شود بي كيرفول كمان لازم تكون ايه طبعا اه حريصة اسناء الايه القفز ده فهيت له ياس واتأكد على الكلام اتقول له اي شود ايوة اي شود بي كيرفول لازم يعني ايه ان احنا نكون ايه بي كيرفول حذرين وحرصين ياس اي شود بي كيرفول بعد كده اي من سأل السؤال علشان هارف السؤال لازم اقرأ الاجابة الاجابة في التفقق هنا يعني ان هي تطروح مع المرة اللي جاية فاكيد بيقول اي من تقول كان ايukской مووز يو نكس طايم اي من بولها كان اي كم ويفي اي اي اذا ما قدر اني ناجى معك المرة اللي جاية فاقالت له اي اي والتيكك يو واذ مي نكست طايم هاخدك معي ؟ يبقى كان يعني اي كم وزيو نكست طايم بعد كده بيكون عندنا سؤال اختياري. السؤال الاول بيقول لي هنا. طيب مين هو الشخص بقى اللي كل شيء بيتعمل بيكون جديد بالنسبة له? ان ده المبتدأ. المبتدأ في اي حاجة اسمه يبقى له هنا. اللي بعده كل المراهقين بيتطلعوا ان يكون لهم تليفونات جديدة. طيب ايه كلمة يتطلع بيجوارها الفيلم يضف له. لهي كلمة يبقى يتطلع الى. اللي بعده طيب معظم الطلاب طبعا بيحسنوا من اللغة الانجليزية يبقى ده جانب ايجابي. الجانب الايجابي اللي هي على الجانب الايجابي. اللي بعده طيب هنا بيقول ان هو ما كانش في المدرسة امبارح. لذلك هو وفاته طبعا درس الانجليزي. اللي اسمها مست. اللي وفاته الحاجة يعني. يبقى هي مست. اللي بعده. when she sees a or an نوات فيلم. at night she can't sleep easily. لما هي شافت فيلم ايه بالليل ما قدرتش تنام. طالما ما قدرتش تنام يبقى كان فيلم مرعب. مرعب اللي هي كلمة scary. مرعب او مخيف. اللي بعده. my grand mother is coming to stay نوات اس. برضو هنا بيقول ان جدتي يعني. is coming to stay. طبعا اسمها stay with us. تبقى معانا هيبقى stay with. اللي بعده. when i was in luxor. i sent. نوات to my best friend. لما كنت في لقصر انا بعت ايه لصاحب المفضل. طبعا لقصر ده ما كانت سياحي بيكون موجود فيه post cards. اللي هي طبعا هدية طبعا زي هدية سكرية كده. اللي هي post cards. طبعا بطاقة اه تهنئة. i not visit my mother. طيب ده طبعا مستقبل. next month. الحاجة الوحيدة اللي تنفع في المستقبل هنا. i بيجمعها am. فبالتالي going to مش هتنفع. is going to ما تنفعش مع i. يبقى برضو i عايزة am going to والمصدر. عندي visit الفعل في المصدر. يبقى الصحة ان انا اقول i am going to. اللي هي رقم دي. يبقى am going to. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. السؤال الاول فيها بيقول لي why نوات money. خلي بالك بقى ده سؤال. من شروط السؤال ان اداة الاسفهام يجي وراها فعل مساعد وبعد انفعل. طيب ده فعل ما ينفعش يجي. ده برضو هي ما تنفعش بعد اداة الاسفهام. ولا ده ينفع? اللي ينفع عندي is he saving. ده سؤال وصيغة السؤال مضرع مستمر. اللي بعده بيقول لي هنا I am not the dentist at one o'clock next Tuesday. طيب طبعا ده جاء وقت محدد يعني ما ترتب له ويبقى ده am بيجي وراها فعل مضاف له ing. مضرع مستمر. يبقى I am visiting. اللي هو الفعل مضاف له ing. بعد كده عندي سؤال correct. السؤال الاول. قول لي what? نقط. you going to do in the future. in the future مستقبل. هو جاب لي is. طبعا ده سؤال. عندي you going to? الغلط هنا حط هناك على الفعل. you جمع. ينفعش اسأل ب is. اداة الفعل المساعد عندي يبقى are but what are you going? يبقى الصحة هنا are. اللي بعده? شادي is going not a new car next month. نفس الكلام برضو. is going is وراها to والمصدر. هنا باي بس في المصدر ما تنفعش. قلو is going to buy. اللي هو to زاد الفعل في المصدر. اللي بعده? why don't you not this nice scarf? طيب هزيه طبعا الشال الرائع يعني. ما نفعش هنا wearing. ليه? why don't من الكلمات اللي بيجي وراها المصدر. انا قلنا don't زاد المصدر. يبقى you wear. لما لا ترتدي هذا. بعد كده بيقول هنا. I know my old car this is my intention. قلنا قبل كده طالما في نية هذه نيتي. يبقى على طول ده مستقبل بgoing to. اعمل اي بقى going to I بيجي معها ايام. وبعدين بيجيب انا going to عشان النية طبعا. وبعدين بعدها الفعل في المصدر اللي هو sell. بكتبه تاني. يبقى I am going to sell. بعد كده بيكون عندنا سؤال الايميل قلنا سؤال ايميل وسؤال بيرجراف ان شاء الله ننزلهم في فيديوهات المراجعة. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بيكون فيها عندنا جزال اسئلة الخاص بطلاب الازهر الشريف. واللي بيبدأ معايا بسؤال مهم جدا سؤال سؤال نص الاستماع. السؤال ده هو عبارة عن نص صغير. النص ده بتسمعه في بداية الامتحان. ومن خلال اللي انت سمعته بتبدأ تختار الاجابات اللي قدامك دي. طيب النص ده بقى بيكون موجود عندك في اخر الكتاب. علشان كده دايما بتلاقيني بحل لك السؤال ده بسرعة. وابدأ بعد كده اشرح لك السؤال اللي بعده. السؤال الاول. طبعا بيقول لك فين هو في النص ان هو في الاردن. حتى لو انت عارف بتحلم يتخلل اسمته. اللي بعده طيب ايه اللي موجود في المكان ده? طبعا هو كان بيقول لي في النص موجود حاجات كتير. كان بيقول الجبال النباتات الحياة البرية بيقول له رقم كل هزي الاشياء. بعد كده بيكون عندي نبدأ مع بعض. هنا عندي محادسة دين. المحادسة الاولى احمد بيكلم محمد وبيقول له سؤال. وضح نوع بيعزم. ايه رأيك? تيجي تحضر حفلة عيد ميلادي. لما حد يدعوك على حاجة وتوافق تقول له يبقى لما تحب توافق على دعوة. يبقى لما تحب توافق على تو. عيد اللي هي اختصار يعني ايوة انا اودة ذلك او احب كده. هبا بتكلم سارة سألتها سؤال الاجابة علشان عرف السؤال. هبا قلت لها يبدو يعني رائع. انا عايز اروح لايه? السنما. برضو واضح ان هبا بتدعوها على حاجة. صيغ الدعوة عندنا صيغ كتير. خلينا نقول لما لا. تستخدمها لما يكون عملك علامة استفهام كده. يبقى بتسأل هنا او بتقترح. بتقترح عليها. ليه يعني ما نروحش السنما? ليه احنا لا نذهب الى السنما? قالت لها دي فكرة كويسة. يلا بنا نروح السنما. طيب بعد كده السؤال الاختياري. السؤال الاول. احنا نقدر نستخدم ايه? علشان ننتج الكهرباء. طبعا اسمها السولر اللي هي الواح الطاقة الشمسية. السؤال اللي بعده. بيقول يوجد الكثير من البلاستيك في البحر وده طبعا اللي بيدمر الحال بالرية. يبقى له يبقى هنا كلمة. اللي بعده. طيب هم بيعملوا ترتيبات. طبعا كلمة ارينجمينت بيجي معها ميك. فاقول اي ول ميك. السؤال اللي بعده. اي كانت جوين. يو اد زا بارتي. اي ام جوين نقط اوي. فور تو ويكس لمدة اسبوعين. طيب خلي بالك انا مش هقدر اشارك او انضم في الحفلة. اي ام جوينج عايز هوراها تو والمصدر. دي قاعدتنا يبقى تو والمصدر اي ام جوينج تو بي. انا او ار. طيب هي هنا مفرد. الوحيدة اللي تنفع اللي هي هي بس اللي موجودة عندي. اللي بعده. طيب ده طبعا حدث في يعني مستقبل. عندي يبقى هنا فعلا مضاف له اينجي. بقول له. نيجي بعد كده شباب على السؤال اللي بعده. وهسؤال طبعا بالنسبة للازهر ده خمس جمل. ان شاء الله هنعمل مذكرة خاصة بطلاب الازهر علشان سؤال والمراجعة. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض زي ما تعودنا بيكون فيه عندنا الاضواء تست. هو امتحان على الوحدة الحداشر بالكامل. الامتحان ده بيبدأ معايا بسؤال سؤال نص الاستماع. السؤال ده ابارع عن نص صغير. النص ده بتسمعه كله في بداية الامتحان ومن خلال اللي انت سمعته بتختاري الاجابات اللي قدامك دي. طيب النص ده بيكون موجود عندك في اخر الكتاب. علشان كده دايما بتلاقييني بيحللك السؤال ده بسرعة. وابدأ بعد كده اشرح لك السؤال اللي بعده بالتفصيل. السؤال الاول. بيسأل هنا اين? اه طبعا قضيت الاجازة. هو كان بيقول له شباب ان هو يقضيها فين سيوة. انا بحل من خلال اللي سمعته. بعد كده طيب هتقضيها مع مين? كان بيقول طبعا ان هو يقضيها مع يبقى الاجابات دي كلها موجودة في القطع اللي في اخر الكتاب. علشان كده هتلاقييني بحلالك بسرعة. ممكن تجيب القطع وترجحها. هاو ار زي. بيقول له هنا. يعني هم عمليين ازاي? طبعا هو كان بيقول ان هما طيبين. يبقوا له هنا. وبيقول له هنا نفس السؤال. طبعا هو كان بيقول له شباب اللي اجابة رقم سي اللي هي. زي مولتلك بتحل من خلال القطع اللي موجودة في اخر الكتاب. نجي بعد كده على السؤال البعض وسؤال دي لك المحادسة. طبعا اهم حاجة انك تقرأ المحادسة كلها على مهلك. وترجمها قبل ما تحل. وخلي بالك السطر ده مهم جدا بيعرفك المحادسة بتتكلم عن ايه. بقول هنا امر بيكلم كمال وبيدعوه طبعا ان هو يجي معاه رياضة تسلق الصخور. خلينا نشوف كده. كمال هنا بيسأله سؤال وبيقول له هاي. وبيقول له يعني بيسأله بتعمل ايه? هذا او بعد الظهر يعني هتعملين النهار دين. فرد عليه. قال له بعد كده السؤال كان اجابته. طيب احنا عرفنا من خلال السطر الفوق ان كمال اه ان صاحبه قاعد في البيت. مش كان بيقول له هنا يبقى انت هتقول له هنا عشان كده بقول لك مهم جدا تقرأ السطر الفوق ده والترجمه قبل بتحل. يبقى هنا بيقول لي كمال ما بعملش حاجة انا بس قاعد في البيت. طيب كمال هيبدأ بقى يسأله سؤال. واكد هيقترح عليك طراح يعني. لانه في الاجابة بيرد عليه بيقول له اي دونت نو انا مش عارف. روك كلايمينج لوكس ابيت سكيري تومي. يعني تسلق صخور ده مخيف بالنسبة لي. فاكد بيقترح عليه بقى وقول له وديو لايك تو كام روك كلايمينج. ايه رأيك? انك انت تيجي طبعا اه نعمل روك كلايمينج تسلق صخور. يقول له وود لايك او وديو لايك. بحب اخترح حاجة ممكن استخدم صيغة وديو لايك. خلاص وممكن اقول واي دونت. ممكن اقول هاو اباوت. اكتر صيغ الاقتراح كلها صح وكلها موجودة. وفي الاخر يقول له وز مي يعني معي. ايه رأيك? نمارس رياضة روك كلايمينج. قال له لأ انا حاسس انها مخيفة شوية. فهنا قال له او كمال قال له. يعني بقول له ما تخافش يلا بينا ما تخافش بشجعه. قال له حاجة وقال له. لا والله ده انا بساعد بابا في شوية حاجات كده. طيب يبقى هنا هيقول له ان انا مش هقدر اجي معاك في الوقت ده. لان بساعد بابا. فممكن اقول له. وممكن كمان يكمل يقول له طالة ما هو بتكلم على الوقت رحاضر. يبقى انا مش هقدر اجي في الظهيرة يعني. طيب. كمال بعد كده. قال له حاجة. قال له اوكي. ايو الكام تمورو افترنون. واضح ان هو اقتراح عليك اقتراح تاني لانه وافق. طيب هنعمل سيغة اقتراح تانية بقى باسلوب تاني. يقول له بقى هاو اباوت تمورو افترنون انستاد. يعني اي رأيك هاو اباوت يعني اي رأيك. نروح بكرة في نفس المعاد بدل النهاردة. يبقى سيغ الاختراح مهمة جدا عليك في الواحدة الحد عشر. لازم ترجحها. عندنا هاو اباوت. عندنا واي دونت. عندنا طبعا وديو لايك. كل دي سيغة اقتراح لو عندنا عالمة السفهام في الاخر. طيب افرد لقيت جملة وعاز اقتراح بقول لت سيزاق ده المصدر. يلا بنا انا اذهب. طالما في عالمة السفهام يبقى له هاو اباوت تمورو افترنون انستاد. نروح بكرة. الظهر بدل النهاردة. قال له طبعا. ففي النهاية طبعا هيقول له اوكي سي يو زين. يعني خلاص انا موافق. اراك ايه? قريبا. يبقى اوكي سي يو زين. اراك بعده زي لك نتقابل يعني. بعد كده بيكون عندنا سؤال مهم جدا وهو سؤال القطع. طبعا سؤال القطع اهم حاجة فيه انك تقرأ القطع كلها على مهلك وترجمها قبل ما تحل. هنا بقى سيب لك قرية القطع زي واجب كده. ارا القطع براحتك. لو فيه كلمة وقفت معاك اكتبها لي فيه التعليقات. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض حل سؤال القطع زي ما اتفقنا. ارا القطع على مهلك لو فيه كلمة وقفت معاك اكتبها لي فيه التعليقات. نبدأ نحل مع بعض اسئلة القطع. السؤال الاول. بيقول هنا. ليه انت بتعتقد ان العربيات او السيارات يعني مضرة للبيئة. طيب هو كان بيقول لي السبب في القطع. انا هنا بحل من خلال القطع. السبب الرئيسي. العربيات طبعا بتسبب تلوس او تلوس الهواء. خلال نكتب الاجابة زي ما هي في القطع. بسبب. ونشرح الاول السبب اللي هو زي. هو بيقول لي في القطع ان العربيات بتنتج او بتعطينا يعني اللي هي طبعا وقود حفري بيتم من خلالها او بتسبب حرق الوقود الحفري. هي بتسبب المحروقات اللي دي بقى. طبعا اللي هي بتسبب التلوس للهواء. يبقى تاني الاجابة. because they give out the burning fuel which causes air pollution. وطبعا اللي هي طبعا حرق الوقود الحفري ده بيسبب تلوس الهواء. تاني حاجة بيقول لي هنا. طيب بيقول لك يعني اين المصانع بتلقي القمامة. طبعا هو كان بيقول لي في القطع ان هما بيرموها في النهر او في المية. وده طبعا البلاوس البيئة. يبقى له. وبيسأل عن المكان فانت بتقول له الاجابة من القطع. بعد كده. الضمير زي اللي في الصفحة اللي قبل دي بيشير الى ايه? ترجع للصفحة وتشوف الضمير ده بيشير الى ايه? هتلاقي طبعا اللي هي السيارات. بعد كده عندي اسئلة اختياري على القطع. السؤال الاول. المحافظة على البيئة. طبعا المحافظة على بيئة نظيفة. دي مهمة لكل انسان. طيب كلمة نظيفة بقى اللي هي كلين. اللي بعده. يعني الفكرة الرئيسية. فكرة الرئيسية للقطع. كل القطع بتكلم على المحافظة على البيئة. اللي هي رقم دي. سيفينج ذا انفيرومنت. بعد كده بيقول لي زا اندرليند تيك ان. مين زا نقط? ارجع للقطع وشوف الفعل تيك ان ده. معناي. هنا بيقول لي ان تيك ان كاربون دايكسايد. يعني انها بتتنفس سيني اوكسيد الكاربون. اللي الاشجار طبعا. يبقى قوله هنا تتنفس. اللي بعده? سؤال اختياري. السؤال بسبب ان هما طبعا بيقللوا من التلوث. كلمة يقلل قلنا اسمها رديوس. اللي بعده? مقط. طيب هنا بيقول لي ان كلها بتكون بيضة اللي على قيمة الجبال. طبعا ده الجليد. هو الشيء الابيض اللي على قيمة الجبل. جليد يعني سنو. اللي بعده بيقول لي هنا مقط. از او بوزيشن. او او طيب موقع او مكان خلي بالك معين او محدد مطقة محددة من الارض دي اسمها الموقع اللي هو اللوكيشن. السؤال اللي بعده? زير از ماتش وايلد لايف انزا نواط. يوجد حياة برية كتيرة فين? طبعا الحياة البرية موجودة في الغابات او الادغال. اللي هي كلمة جونجل. نجي بعد كده على السؤال اللي بعده. بقول لي هنا نواط از فالوف بوكس. طيب بتكلم هنا ايه اللي مليئة بالكتب طبعا دي حقائب السفر للمدرسين. اللي اسمها سوت كيس. اللي بعده? we shouldn't allow our children to watch نواط فيلم. لا يجب ان نسمح للاطفال ان هم طبعا يشاهدوا افلام ايه? ان فيلم مرعب او مخيف اسمها سكيري فيلم. يبقى له هنا سكيري. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. السؤال الاول فيها بيقول هنا ايام نواط تو میتنج يو. خلي بالك عايز يقول هنا انا اتطلع الى مقابلتك. يبقى يتطلع الى اسمها لوكينج فورورد تو. بقول له ايام لوكينج فورورد تو میتنج. السؤال ايه بعده? why do you need to borrow my سوت كيس? طيب هنا برضو بيسأل قال له في الاجابة I not to visit my mother in a swan next month. طيب انا عندي هنا next month الشهر اللي جاي ده طبعا مستقبل. I am going. كل دول مفهمش ام. الوحيدة اللي فيها ام اللي هي في الاخر. I am going to master. are you not go out this weekend? ده سؤال. عندي هنا في السؤال are you بعدها فعل في المصدر? طب الموقع ده يجي فيها going to. بكمل زمن المستقبل ب going to. ايه اللي بعده? راشا نقاط at noon tomorrow. طيب طبعا ده مستقبل. عندي هنا راشا مفرد يبقى مدارع مستمر. is and arriving. نيجي بعد كده على هالسؤال اللي بعده سؤال correct. السؤال الاول what about not lunch now? طيب كلمة تناوي عن الان what about اصلا بيجي وراها الفعل مدفلو ing. يبقى قوله what about cooking lunch. يعني ايه رأيك في الطهي الطعام? دلوقتي يبقى cooking. اللي بعده بيقول هنا نبيل نقط. give a party next week. طيب خلي بالك. هو هنا جايب لي going. وجايب لي بعدها فعلة في المصدر. يبقى هنا عايزك تستخدم المستقبل ب going to. طب دي نافية يا مستر. يبقى خلاص احدد الفاعل له مفرد. اجيب از وان فيها. يبقى له isn't. ليه جيبنا اس? لان دي من شروط going to. لازم يجاب لها is or are. يبقى له isn't. وبعدين going. ولازم اكمل التركيب بقى اللي هو to والمصدر. يبقى له isn't going to. اللي بعده? بيقول هنا I not my lunch tomorrow evening. برضو نفس الكلام ده مستقبل. عندي هنا كلمة meet. يبقى I be معها am. فصح هنا ان انا اقول له I am meeting. يعني انا هقابل خالي. يبقى I am meeting. اللي بعده? at the moment في هذه اللحظة مدرع مستمر. the boys not stories. اللحظة دي الاولاد بيقروا قصص. طيب خلي فلك الولاد هنا جمع. طالما جمع يبقى تقول ايه? طالما الولاد جمع اقول R. يبقى R. وبعد R الفعل مضاف له ING. مدرع مستمر. R reading. بيقروا دلوقتي انا. بعد كده عندنا سؤال paragraph. طبعا زي ما قلنا السؤال ده ان شاء الله زي ما عملنا فيه الترميل الاول هيكون في مذكرة. المذكرة دي بتتعامل دلوقتي وهتنزل في رمضان. ان شاء الله تكون بصيغة PDF. تبدأ تحملها. هيكون فيها تلات اجزاء. الجزء الاول خاص بيقواعد المنهج بالكامل. وان شاء الله هينزل قسم ليه البراجراف واهم الموضوعات. والحاجة الاخيرة يا شباب هيكون في اسئلة متوقعة على امتحان تاني عدادي. ان شاء الله ربنا وفقكم. مش عايز حد يقلق ابدا من الامتحان.